أما الطبيب فعنده فحص بقى. الفحص ده أول حاجة بتروح من الأعصاب الترفية بالنسبة للفحص ألا وهو الـ Vibration Sense اللي هو الإحساس بالزبزبة. الإحساس بالزبزبة اللي هو زي الخلاطة ما يكون شغال. حطيت إيدي حضرتك عليه أو أي Machineries Vibration يعني أي حاجة بتهتز. دي ما يحسش بها. بس الأسف الإيدين اللي بيعملها ما بيجيش على الرجلين. وبعدين أحيانا لازم عشان يجيبها ممكن ما يحطهاش على رجله من تحت. فهو لازم ده اختبار. اختبار طبي. احنا بنعلمه. ده هو اكتشاف المرض مبكرا مثلا. اه اه. ده يسبق التنميل والحرقان والخدلان في القدمين والنار اللي بيبقى في رجليه والكلام ده كله. دي الجزء الحسي اللي موجود في العصابة الطرفية. هناك الجزء الميكانيكي أو ممكن نسميه الجزء الحرقي. هو بفضل الله تعالى إنه أقل شيوعا في مرضى السكر. ولكنه إن حدث فبيأثر فيه العضلات الكبيرة أكتر منها العضلات الصعيرة. فنلاقي العضلات اللي في الفخزين من الأمام يبقى فيه وهن أو أحيانا يحصر فيهم ضمور. الناحية الحركية أقل وده أفضل الحمد لله. لأن ما فيش بالأناش واحد عنده سكر مثلا ما بيقدرش حركة دي ولا رجليه ما حصلش. لكن الأناه قاعد بعيط بالأيام والشهور وأحيانا السنين من الألم والنار التي تتآكل أو تلتهب أو يعني تلهب قدميه تمنعه من النوم. وأحيانا تصحيم النوم. يعني يوم يستيقظ من النوم للألم. الناس يقولك ما بقدرش أغطر جليه. إنه هو قدم السكري ده يا دكتور؟ لا إحنا لسه كده مش قدم سكري. إحنا كده مرحلة التهاب الأعصاب.